الموقع كمان قال إن من أفضل مناطق الغوص يعني دهب تعتبر من أفضل مناطق الغوص في العالم اللي ممكن السياح يجربوها مقابل 22 يورو بس أنت عارف طبعا يا فاروق أن 22 يورو مقابل بسيط جدا مقارنة بالمناطق اللي فيها الغوص طبعا في العالم طبعا وطبعا يا جماعة يعني يعتبر طبعا يعني دهب من أكتر الأماكن الجميلة جدا سياحيا اللي موجودة داخل مصر وكمان طبعا فيها مناطق معينة يعني مثلا على سبيل المثال في محمية هناك اسمها محمية راس أبو جلوم دي من أكتر الأماكن هناك طبعا إن الناس بتحب تروحها جوه دهب وتعتبر كمان يعني مخيم بدوي وحواليك كده الصحراء الجميلة وكمان من المناطق اللي كل الناس لما بتروح دهب لازم تزورها اللي هي محمية راس أبو جلوم طبعا زي ما انتوا شايفين كده المنطقة دي منطقة جميلة جدا البحر والصحراء والجبال من كل حتة حواليك طبعا أي حد نفسه يروح دهب لازم من أول الأماكن طبعا اللي يزورها هي محمية راس أبو جلوم كمان المحمية دي مشهورة هناك بأنها من أحلى الأماكن اللي في دهب ودايما بتلاقي سياح من كل الجنسيات فيها بحرها صافي جدا 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 زي ما احنا شايفين في الصور والصحراء بتاعتها كمحمية فيها 167 نوع من النباتات الصحراوية والنادرة الصورة يا جماعة الصورة أوقع دايما بالنسبة لي طبعا وانت متخيل طبعا جبال وبحر وصحراء التلاتة موجودين في حتة واحدة وده توقيتها يعني ده توقيتها ويوم الجمعة توقيتها أكتر معلش معلش خلص الحلقة أو نوع يعني أجل جدا طبعا والأماكن كمان زي ما راح مقالت أن هي المحمية دي فيها أكتر من 167 نوع من أنواع النباتات